السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد توضيح بسيط بخصوص الفيديو اللي نشرناه أمس عن مقابلة السيسي مع قناة سي بي اس الأمريكية الفضيحة ما طلعتش فقط إنه السيسي اتسأل كم أعداد السجناء السياسيين أو مواجهة السيسي بأرقام السجناء السياسيين الفضيحة طلعت بجلاجل يا جماعة لذلك هذا اللقاء سيكون كارثة على رأس السيسي وأنصار السيسي وجنود السيسي أيضا في أول هذا الخبر تقول سي بي اس الأمريكية أن السيسي اعترف بأنه يعمل مع إسرائيل في سيناء يعني السيسي يتعامل ويتعاون وينسق مع إسرائيل عسكريا لمواجهة الجهاديين في سيناء أيضا تقول القناة أن السيسي سمح للطائرات الإسرائيلية بالقصف داخل سيناء فهذه تقريبا هي الفضيحة التي جعلت السفير المصري ووزير الخارجية المصري يطلبون من قناة سي بي اس الأمريكية عدم إذاعة هذا اللقاء هي دي الفضيحة على ما أعتقد ونعرف أن السيسي صهيون ومعروف يعني يتكلم قبل كذا عن أنه لن يسمح باستهداف إسرائيل من مصر وهذا الكلام لكن هذا كلام دبلوماسي هذا كلام لاسترداء إسرائيل ممكن يقال عنه أنه رجل دولة لا يريد أبدا أن يدخل فيه صراعات مع دول مجاورة طبعا إسرائيل كيان لقيط لكن في هذه المرة يعترف السيسي مباشرة بالتنصيق مع إسرائيل عسكريا في سيناء في أرض مصرية وهذا الكلام حجة على كل جندي يقاتل مع السيسي سيعلم الآن أنه يقاتل لصالح إسرائيل وليس لصالح مصر كما يقول له القادة نحن نحارب مؤامرة عالمية وصهيونية وإسرائيلية وهذا الكلام الفارغ أيضا أحمد موسى والجماعة الغيطي وهؤلاء لن يستطيعوا بعد الآن أن يقولوا علينا مؤامرة إسرائيلية أبدا مش هيجبوا اسم إسرائيل على لسنهم مطلقا فالفضيحة وسبب عدم إذاعة اللقاء هو أنه السيسي اعترف بالتعاون المباشر مع إسرائيل ومرة أخرى نحن نعرفين الكلام ده بس إن ما يعترف السيسي بنفسه مباشرة بدون كلام دبلوماسي فهذه فضيحة أيضا هناك مسألة أخرى تتعلق بشكل السيسي في هذا اللقاء السيسي يا جماعة كان بينزل عرق كأنه حنفية يعني السيسي شكله فعلا كان خائف ومش متعود على هذه الجلسات السيسي متعود يقول أنت دارس الكلام ده أنت جبت الكلام ده منين كامل ميزانية أستاذ لا ده أنا عاوزة شفته لكن النهاردة السيسي قاعد زي التلميذ قاعد بيتسئل وبيجاوب هو ده السيسي يا جماعة الفرعون تخيلوا هذا هو شكل الفرعون عندما يجلس ويسأل ويكون في أمريكا أما في مصر فهو يتجبر ويقتل وينهى ويأمر شفوا شكله عملي إزاي شفوا شكل السيسي يا جماعة هي دي حقيقة التواغيط العرب كلهم أتحداهم أن يجلسوا أمام شخص مستقل يسألهم كلهم جبناء وهذه هي الحقيقة على كل حال يوم سبع يناير هنشوف الفضيحة الكبرى لعبد الفتاح السيسي الذي فضح أمام العالم الآن لأنه يطالب بوقف إذاعة هذا البرنامج كل العالم الآن يقرأ عن هذا الموضوع وأيضا سيفضح أمام الجنود وأمام الإعلام وأمام المطبلطية والراقصات هذا جيد وهذا رائع وهذا هو تعقيبي على الفيديو السابق السيسي ليست المشكلة فقط في موضوع أن يسأل عن أعداد السجناء السياسيين المشكلة هي اعترافه والله أعلم اعترف بإيثاني ولكن اعترافه بموضوع إسرائيل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته